حادثة سير سنة 2008 كانت كفيلة بأن تغير مصار حياة عبدالعزيز حادث جعله يفقد القدرة على الحركة بشكل طبيعي وميسر ليبقى رهينا بمساعدة أحد أفراد أسرته أو أصدقائه لقضاء حاجاته اليومية حياتي تبدلت كاملة ما بقيت أن أقدر تلبس صباتي ما بقيت أن أقدر دروج ما بقيت أن أقدر بزيف ما بقيت أن أقدر ما بقيت أن أقدر ما بقيت أن أقدر تلبس صباتي ما بقيت أن أقدر در هذه الأشياء كانت الحادثة أختي قلبت لنا حياتنا كاملة من هار الحادثة ونحن في العدب معه من الكالينيكي الإجلس في 40 يوم وعرمدان من بعد الحادثة أو دار القبص ثلاث شهور هو دار القبص حتى كملت شعامين ونحن في مادة بين معه عبدالعزيز كان عاملا في قطاع الكهرباء بأحدى المؤسسات الكبرى بمدينة القنيطرة لمدة تفوق الثلاثين سنة وبعد سنتين من العمل بعد الحادثة أدرك أن وضعه الجديد لم يعد يسمح له بالاستمرار في مهامه ليلجأ إلى التقاعد أمر كان له تأثير نفسي واجتماعي كبير عليه أستاذة عندي 33 سنة في الخدمة وأنا أعمل دابا مني دخلت من مور الحادثة دخلت الخدمة المهنة ديالي تطلب حركات كثيرة وأنا مبقيتش أنقدر منذير هذا الشيء هذا ذلك الحركات تجيلك الخدمة كان أكسيف كان أكسيف كان جميع المسائلية الشوية صعبة كان الخدمة ليشوية صعبة كانت طوالعزيز لتبقى حوادث السير عاملا مسببا للعديد من الأضرار الاجتماعية النفسية والاقتصادية وناتجة إما عن تهور أو إهمال ترجمة نانسي قنقر